البطالة والتوظيف على جدول الأولوية النيابية في دور الانعقاد الحالي قضية أخذت مكانها كلجنة برلمانية انبثق اسمها من هدفها إحلال وتوظيف الهدف منها دراسة سياسات بشأن الربط ومخرجات التعليم وعلى عمل نتكلم عن أسباب الفشل الحكومي في سياسة الإحلال نتكلم عن متابعة تعيين الوافدين في الجهات الحكومية ومدى التزامها بخارطة طريق الإحلال مثلا متابعة التزام الحكومة بالربط بالمشروعات الجيدة والعملاقة بين قضية التوظيف والتشغيل العمالة الوطنية نتكلم عن عداد التشريعات اللازمة لتطويق الأزمة ومراقبة تنفيذ الحكومة لكل التشريعات ذات الصلاة تناسق الوظيفة مع التخصص هم يلازم الشريحة الأكبر بعد التخرج لذا من المتوقع أن تعكف اللجنة على وضع خطة لتوجيه والإرشاد تمكن الشباب من دراسة حاجة سوق العمل لمعرفة الاختصاصات والتوجه لها كما أن للقطاع الخاص دورا في عمل اللجنة التي ستعمل على فتح فرص من خلال المشاريع الصغيرة بالإضافة لرفع نسب التكويت في المشاريع الضخمة سوف يكون دعوة لديوان الخدمة المدنية وكذلك هيئة القوى العاملة والقطاع النفطي والأمانة العامة لمجلس التخطيط وهذه هما كمرحلة أولية للقاء بهم والاستماع إلى آراءهم حول هذا الموضوع طبعا هذا لا تستطيع أن تعرف الحقيقة إلا عندما تكون عندك أرقام إحصائية دقيقة تبين لك قضية التوظيف وقضية مخرجات التعليم القادمة للكويت لجنة الإحلال والتوظيف تحمل ملفا ضخما يحتاج معالجة شاملة تتكاتف له جهات مختلفة لذا سيكون التحدي عنوانها لإنجاز التشريع لتلفزيون المجلس أحمد الشمري